مسدوا مرتضى منصور ميشي وبدوا يعودوا مع بعض محامي كهربا ناوي على السلام بعد رحيل مرتضى منصور عن الزمالك عايز يحل أزمة كهربا في نفس الوقت يحل أزمة الزمالك اللعب يدفع جزء من الفلوس والزمالك يستفاد ويحل جزء من أزماته المادية يا ترى محاولات تأسيط الغرامة هتنفع ولا لأ وإيه اللي هيكسبوا الزمالك من تأسيط الغرامة واشمعنا الوقت ده بالتحديد اللي تكلموا فيه عن تأسيط الغرامة كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده كابتن كهربا والمحامي بتاعه مسدقوا عرفوا أن مرتضى منصور ومجلسه وميشيوا من إدارة الزمالك وقال لك لازم دلوقت نستغل الفرصة دي ونحل الأزمة بتاعتنا في نفس الوقت الزمالك محتاج ولو دفعنا جزء من الفلوس هنحللهم أزمتهم نادي الزمالك كل المشاكل اللي بيمر بيها هتتحل لو غرامة كهربا تم دفعها الفلوس المتأخرة للعبين وغرامات القيد اللي عليهم كلها تتحل طيب ليه فيه كلام عن دفع غرامة كهربا دلوقت بالتحديد طول الفترة اللي فاتت وفيه خلاف بين كابتن كهربا والمستشار مرتضى منصور أصد الخلاف بسبب الغرامة اللي كهربا كل شوية يأجل في دفعها وتقريبا كده والله أعلم جه الوقت ان الغرامة دي يظهر فيها جديد وجددها الظهر بعد ما أعلن المستشار مرتضى منصور إن هو مشي من نادي الزمالك ومشي بعديه أحمد مرتضى منصور وعدد من مجلس الإدارة اللي كانوا محسوبين على المستشار مرتضى منصور اليومين دولبا في كلام إن المحامي أشرف عبد العزيز محامي محمود عبد المنعم كهربا لعب النادي الأهلي حاليا في كلام إن المحامي ده تواصل مع اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك تواصل معاهم من أجل حل أزمة الغرامة المستحقة على كهربا للزمالك عايز يحل معاهم الأزمة دي بعد ما فضلوا كتير هو وكهربا في خلاف مع المستشار مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك موقع ملاعب المصري اتابع لموقع المصري اليوم نقل عن مصادر خاصة بيه داخل نادي الزمالك إن محامي كهربا تواصل بالفعل مع اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك الراجل تواصل معاهم من أجل الوصول لحل يرضي جميع الأطراف اقترح المحامي إن الغرامة المفروضة على كهربا تندفع بالتأسيط تتأصد كلها على كم جزء يدفع الجزء الأكبر منها في الحال وعلى رأي المحامي ونصحته لإدارة الزمالك فالجزء ده هيحل ولو جزء من المشاكل المالية اللي بيمر بيها نادي الزمالك حاليا وإنتم عارفين كمية المشاكل اللي بيمر بيها نادي الزمالك الفترة دي لاعبين كتير ما أخدوش رواتبهم ده جري العملين في النادي دول برضو فيهم عدد كبير جدا ما بياخدش رواتبه في معادها دلوقتي ده مسبب أزمة كبيرة داخل نادي الزمالك ولو توصل الطرافين اللي هم محامي كهربا مع إدارة نادي الزمالك حاليا لاتفاق ده هيحل الجزء ولو قليل من الأزمة المالية اللي فيها نادي الزمالك حاليا الفكرة با إن المشاورات بين محامي كهربا والإدارة الحالية للزمالك لسه مش باين لها نتائج لسه مش معلوم إن كانت إدارة الزمالك هتواثق على مقترح كهربا ولا لأ ولو هتواثق فهيتم تقسيط الغرامة على كم جزء دي كلها أسئلة بيحاول الجمهور الرياضي في مصر بالأخص جمهور الزمالك معرفتها بيحاولوا يعرفوا إيه اللي بيمر به النادي بتاحهم خلال الفترة الحالية أنتم با تتوقعوا أن يتم الموافقة فعلا على تقسيط الغرامة وهل استعداد كهربا لدفع الغرامة دلوقتي سبب أنه عايز يغيز المستشار في انتظار أراءكم في التعليقات